بسم الله الرحمن الرحيم معكم الدكتور عد الخطيب من قسم علوم الحاسوب بكلية تكنولوجيا المعلومات وعلوم الحاسوب راح أكون مدرسك بمادة CS110 وهي مادة البرمجة الأساسية لطلاب كليات الطب والصيدري والعلوم المادة هاية راح نستخدم فيها برمجية البايثون اليوم 24-2021 وهي المحاضرة الأولى لهذه المادة راح نتعرف بالوحدة الأولى على المتغيرات كيف راح نعرفهم كيف راح نستخدمهم بمعادلات رياضي متغيرات ونعرفهم معادلة رياضية يعني مثلاً X تساوي 5 خليني أكتب أنا مثال هون وبعد شوية من برمجه بجزء مرة الماضي برمجنا مثال زيه هاي هون مثلاً X تساوي 5 ورح نرجع لله Y تساوي 6 هاي متغير عرفنا وعبينا فيه انتجار Z تساوي X زائد Y الآن قيمة X وقيمة Y راح ينجمعوا يتخزنوا بZ هذا أبسط برنامج بجمع رقمين يعني لو بدنا نعمل برنامج لو طلبنا منكم نعمل برنامج زي الآلحاس ببتجمع رقمين لا أخوك سامي صغير اللي بالصف الثاني ابتدائي فبتعمله برنامج بهذا الأسلوب بجمع رقمين هو بروح بجمع على أديه بعد ما يجمع على أديه بجمع بتأكد من الحلهم نطبع النتيجة إيه لو بتأكد من حلها هذا المقصود بالشابتر الأول راح نعرف كيف الطالب راح يدخل العلامة الأولى والعلامة الثانية أو القيمة الأولى والقيمة الثانية ويمشي فيها لكن بداية قبل ما ندخل على المادة في موضوع مهم لازم نشرح للطلاب ونوضحه لأنه بصير في عالية تساؤلات كثيرة وكمان ممكن الطالب يكون سلوكه ممتاز بالمادة ولكن ما يحصل علامات كويسة لأنه ما عرف خلينا نقول القانون الداخلي لتدريس المادة المادة هي مادة برمجة مادة اختيارية لطلاب إجباري جامعة عنكم شو المادة عنكم بالله خلينا نوقف تسجيل في وصف للمادة وفي مرجع كتب للمادة اللي بدي يرجع يستفيد بمعلومات المادة وفي هون هذا الجزء أنا بعتبره أهم جزء اللي هو شو هي المخرجات اللي رح يحققها طالب بعد ما يأخذ المادة رح نرجع لها كثير الطالب رح يتعامل ببرمجة أي مشكلة بالحياة العملية حولها لبرنامج وبالتالي سهل ويسرع عمليته بالتالي أنا كمدرس رح أحصل من خلال تجميع علاماتكم أربعين بالمية لتغطية المخرج التالي للمادة وستين بالمية للمخرج التالي للمادة طب هذا مش مهم رح نرجع له بالتفصيل أنا قاعد بشرح لكم السيريباس المنهاج المفصل لأنه هو الاتفاقية اللي من نعقدها اليوم بيننا وبينكم واللي أقارها مجلس العمداء بالجامعة لتدريس المادة تدريس المادة منفسرة بهذا الشكل إذا أنا انسيت درس أو شابتر أو وحدة ما درستك إياها بتكت حاسبوني وإذا زدت مادة إضافية كمان بتكت حاسبوني فإذا انسيت شابترين هذولة ما درستك إياها هم بتكت حاسبوني واتراجعوا عن مادة الكلية وتقولوا إحنا ما أخذنا المادة ما أخذنا حقنا سجلنا المادة ما أخذنا حقنا دكتور عادي دكتشي نصف المادة سامحيناك يعني طيب هذا الجزء من السيريباس أنا بأعتبره أهم جزء لأنه أنا عندي بنسبة 98-99% حضور للطلاب بدي أحافظ على هذول الطلاب 98-99% يعني عندي 100 أو 90 طالب من أصول 100 طالب بالشعب أحضروا بدي 90 طالب يجيبوا كلياتهم فوق الثمانينات أولى أو بالتسعينات طيب كيف يجيبوا يجيبوا بالامتحان الأول هل ألاحظ مثلا عندي الطالب علي أحمد مختار برغش معنا علي؟ احكي يا علي معنا أنت؟ آه معنا جتور معنا آه علي متابع كل التمارين كل الدروس حاضرها وبتامع كل التمارين حتى اشترى لابتوب عساس أنه يتابع الحل وفعلا علي بالامتحان الأول لاحظوا شو رح يصير مع علي؟ بالامتحان الأول جاب 25 من 30 يعني بجوز علي يجيب 30 من 30 إن شاء الله علي بيجيب 30 من 30 بس أنا أعطيته 25 لأنه معدل الشعب الطبيعي اللي بتكون متفاعلي كل طلابها أو 99% من طلابها بيجيبوا بالامتحان الأول 23-24 من 30 يعني واحد بيجيب 18 واحد بيجيب 30 واحد بيجيب 27 فتقريبا يعني المعدل 22-23-24-25 أعطيتك 25 يعني كويس إن شاء الله بيجيب 30 إن شاء الله بالفاينل علي أعاد ترتيب حساباته ودرس على المادة أكثر وجاب من بالفاينل 40 40 طبعا هو الأفرج لمعدل الشعبة أنا أعطيكم معدل الشعبة مثلا من الفصل الماضي الآن علي قديش جاب؟ مين بيقول علي مجموعه قديش؟ 65 65 هل هي علامة مرضية؟ لاحظ علي دخل الامتحانات كلهن وحضر كل المحاضرات وجاب 65 طبعا راح يراجع القسم وراح يراجع المدرس وقل له أنا ليش جابت 65 فقل له يا علي كان في واجبات إلكترونية حطتها الكلية ومنسقين المادة إحنا راح نحط يعني أنا راح حط كويس الدكتور آمل راح تحط كويس الدكتور بيلال راح حط كويس الدكتور نور راح حط كويس الآن منأخذ مجموحين كاملات منضربهن في مئة ومنقسمهن على خمسة قديش بطلعين من عشرين وإنه علي جايبه اثنين مع أنه كان يعمل الهوموركات معي بس هناك ما عارفش يحل الواجبات اللي على الإي ليرنينج لاحظوا على الإي ليرنينج فقديش صار جايب علي آه يعني 67 علامة مش مرضية مع أنه أنا وإياكم متأكدين أنه علي والتسعين طاريب اللي بيحضروا معنا علاماتهم لازم تكون نتيجة تفاعلهم وحضورهم آه لازم تكون فوق الخمسة وثمانين لازم علي جيب هون على الأقل تسعتاش أو عشرين خلينا نحط عشرين مشان نعرف نجمعها قديش تطلع يا علي خمسة وثمانين خمسة وثمانين يعني علامة خلينا نقول من علامات المتميزة يجيب علي خمسة وثسعين إن شاء الله وأكثر فإذا مين اللي بيفرق بين اللي بيجيب بالستين وبيجيب بالتسعين المشاركة المشاركة فبدكوا تراعوا إنه تعملوا كل الأكتيفيتز اللي إحنا قاعدين من نتدرب عليها فتدربنا المرة الماضية على تمرين صغير اليوم رح نتدرب على تمرين أكبر مش المقصود إنه هذا التمرين على العلامات يجيز يكون عليه بس ثلاثة أو أربع علامات من العشرين علامة إلا هو الأكتيفيتز اللي داخل المحاضرة الأهم إنك تروح على الإي ليرنينج وتعمل لكوز اللي بخمس دقائق بدك تعمل تجاوب خمس دوائر أو عشر دوائر وتجيب عليهم عشرة من عشرة أو خمسة من خمسة عشان يحسب لك الكوز المحسوب على المشاركة واضح فهون في أكتيفيتز كوزز وأصايمانز وهم ويرك هذول لازم تجيبهم يا علي طيب دكتور آه يعني يعطتنا يا الواجب الماضي محسوب لا لا مش محسوب كله هذا تمارين لغاية الأسبوع الرابع الخامس تمارين متى بصير محسوب بصير محسوب لما إحنا نودي لك من الإي ليرنينج ومن الإيميل الرسمي تبع الجامعة إنه في كوز توقيتي بعد يومين بالشابتر الأول والثاني ورح وفي عشر دوائر أو خمس دوائر وسؤالين كتابة كود ورح تحله من الساعة تسعة أو مثلا ثماني مساء للثماني وربع اللي ما بيحله بيخد صفر بدك تقر عليه يومين صح ولا لا واضح واضح أيوة والعلامة مش أنا رح أحصلك إياها رح رئاسة القسمة تودي لي علامتك فادي فاطمة سامي ليلى علامتهم هل قد بحطها الكوزة الثانية بحطها للثالث بحطها فواضح المشاركة والتفاعل والمتابعة مثلا على ثلاث علامات اللي بيحضروا معاي رح أنا فمثلا من هاي من ضمن التفاعليات راح إحنا نوضح هالعلامات اللي على المشاركة والتفاعليات اللي هون فهذا كل ياته تمارين طب ليش تمارين لعد ليش بتغلبنا بتمارين كل مرة واجب كل يومين والثالث في واجب بدنا نودي على الإيميل ونفوت على الإيميل ونقول حلو لأنه اللي بيصير مع الطلاب هاي أنا الدرس الأول اليوم اللي هو درس الامبوت ادخال قيمة لمتابعة كيف بدنا نشرح درس الامبوت وبعدين رح نرجع للإصطايدات أوليش خلينا نشوف كيف رح ندرس درس الامبوت زي ما حكينا بالمحاضرة المرة الماضية المفروض إنه نكون نازلة عندك برمجية من اللي هي برمجية سبايدر هاي في عندي هون أنا برنامج شلته أعملته حالف هون بدي أعمل بدي أعمل برنامج جديد هذا البرنامج بدي أعمل جديد أنا المبرمج سامي رقمي الجامعي طالب من كلية العلوم طالب رياضيات رقم الجامع 2020 مش عارف 801 إذا الرقم الجامع هذا صح بالرياضيات مش مشكلة والبروغرام نيم البروغرام نيم اللي راح أنا أسوي اللي هو input two numbers هذا اسم البرنامج الآن .python هذا امتداد البرنامج كل هذا الاشي اللي منكتبه بالأخضر وبالرمادي لا يتنفذ بالبرنامج هذا لغايات التوثيق فاللي بين ثلاثي quotations هذا اللي بالأخضر لا يتنفذ اللي قبليه هاش لا يتنفذ بس عساس نعرف البرنامج مين برمجه متى برمج ومين الطالب اللي برمجه هاي أنا بدي أخزن البرنامج file save as على الديسكتوب هون بخزن البرنامج تاعي بس هرح يظهر البرنامج هون هاي ظهر البرنامج طيب شو جملة الـ input جملة الـ input بالشكل التالي هاي في عندي عملنا المرة الماضية الآن أسندنا قيمة 5 لمتغير X طبعنا قيمة X وهاي لما أعمل run بظهر الـ output هون run هاي طبعا لـ 5 مش هزا درسنا درسنا بدي أدخل X تدخيل من الكيبورد اللي هو الـ input input وهاي بين قوسين بحكيه للـ end user للمستخدم لبرنامجي بين quotations أو بين single quotations أو double quotations بحكيه له enter number X ويساوي الآن هاي الجملة اللي بين الكوتيشنز اللي باللون الأخضر تنطبع كما هي run لاحظ انطبعت كما هي الجملة هاي عساس يعرف شو اللي بده دخله وباجي هون بالماوس وبدخل مثلا قيمة 10 enter بيجي بطبع لي 10 هون كمان هون حتى أفهم الـ output بقول له الرسالة الترحيبية مهمة حسبك بنفس الأسلوب بقول له أدخل لي قيمة Y هنا Y يساوي enter قيمة Y هنا بقول له اطبع لي X واطبع لي Y هاي Y هاي Y بدخل بدخل هنا بدخل هنا أول أول اشي بعدين بطبع هاي enter ادخل قيمة X 4 ادخل قيمة Y 5 بيقول لي X تساوي 4 Y تساوي 5 بدنا نجمعهم كيف تجمعهم بعمل معادلة رياضية بقول مثلا متغير ثالث Z يساوي X زائد Y عملت معادلة رياضية خزنت القيمة في Z وانا بقول له بدي المجموع Z يساوي وبديش لا X ولا Y ما بدي X و Y بدي Z يساوي Z بقول له أعطيني قيمة Z Z X زائد Y يساوي Z واطبع لي Z طيب run ادخل قيمة X هاي مثلا 10 وادخل قيمة Y هاي مثلا 41 الان انا رح اوقف واخذ منكو اجابات انا دخلت قيمة X 10 و Y 41 وهاي بدي اوقف المشكلة كالتالي انه انا لو دخلت قيمة X وقيمة Y 41 هاي قيمة X بد ادخلها 41 وقيمة Y 10 المفروض يعطيني الجواب 51 يجمعهم لكن المشكلة اللي صارت انه راح لزقهم جن بعضهم لانه بفكرهم احرف بحل المشكلة هاي اني بحول string اللي بعطيني اذا جملة input بتدخلي كلام حتى لو انه احرف بتدخله على شكل كلام بسموها string المفروض اني حول ها لانتجر بين قوسين اقوله جملة ال input خزنه كانتجر وهون خزنه كانتجر وبالتالي بصير الحل صحيح وهاي لما اعمل انا ران مرة ثانية بعطيني هون 40 41 عفوا والثانية القيم الثانية 10 enter بعطيني 51 زد يساوي 51 الان كمان مرة يا غيداء يعني وضحيلي شو سؤالك مش محاضرة جوم الاثنين يعني كنا نعملها بشكل مثلا نعط قيمة زد من الاول وإكس من الاول وبعدين نحط معادلة ايوه ممتاز سؤال ممتاز سؤال غيداء بتحكي هيكا اذا اني فهمت سؤال غيداء بتحكي بتقول كنا نقول والله إكس تساوي 41 وزد تساوي 10 أو Y تساوي 10 ونيجي نعمل ويعطينا النتيجة صح وين رحت اذا طيب بس هذا البرنامج كان لتجريب البرمجية وهذا البرنامج مش رح يفيدنا مش رح نجمع غير الرقمين هذول دائما كلما ننفذ البرنامج بنجمع الرقمين هذول يعني احنا ما رح نعطي الصورس كود ما رح نعطي الكود للطالب اللي بده يشغل البرنامج احنا رح نعطيه برنامج جاهز يقول له دخل العلامة الأولى ودخل العلامة الثانية دخل الرقم الأول والرقم الثاني كل طالب بدخله علامة شكل صح فإذا ايوة هون النقطة اللي أنا منوصلها انه جملة الامبوت هي أول درس بالسلايدات هاي لو جينا على السلايدات جملة الامبوت أول درس بالسلايدات فخلينا نخذ السلايد مثلا اللي بيها هون هذا السلايد اللي مننزل منه البرمجية وهذا السلايد الأول البروبلم الأولى البروبلم الأولى اللي كانت بالسلايدات إنه أنا في عندي درس رياضيات أنا طالب رياضيات مدرس رياضيات وبيدي أعمل برنامج يحسب مساحة الدائرة ومساحة الدائرة هاي بدي كل مرة الطالب الرياضيات يدخل نصف قطر مختلف من input صح وضحت يا غيدا فإذا جملة input ضرورية عساس إنه جملة input ضرورية نعرفها وهي أول جملة مهمة لازم نعرفها مين اللي بحكي وانس شو سؤالك يا وانس كمان مرة بالأول قبل آخر إيش حكيته أو عملته كان يطلع الجاوب معنا زد تساوي مش اكزادي الواي كانت لدينا عشرة جنبها الواحد واربعين خليني أترجم عمليا سؤال وانس خليك معي وانس مشان ما أكونش قد أخطات أول جملة الـ input هيك بيكون شكلها input enter x وenter y لو عملت run بيحكي وانس بيقول هايا 40 وحده واربعين وهايا y 10 وهايا مجموعهم راح شو عمل راح جمعهم على شكل كلام أحرف صح مش هيك كمان الآن ليش لأنه جملة الـ input هي بتدخل من الـ end user بتدخل بتدخل string اسمه string بتدخل كلام حتى لو أنك دخلت أرقام بدخلينك string طيب أنا بحكي وانس طيب أنا بدي أستخدمهم بمعادلات رياضية أنا مدرس رياضيات أو طالب صيدري أو طالب طب بدعم العين حسابات فبدي أغيرهني إلى انتجر إلى أرقام انتجر يعني غير المدخل هذا إلى أرقام أيوة فالآن أنا بهاي الإضافة أنه أنا غير المدخل إلى أرقام صار قابل أنه أنا الـ 41 أجمعها مع العشرة بفهم الكمبيوتر وبعطيني 51 مش بعطيني الأربعة تلاف فالله إحنا بنقراها أربعة تلاف هي أربعة واحد واحد صفر هي أحرف فهيكا بصير يعرف يجمعهم وبجمعهم كأرقام مش كسترينب ممتاز سؤالك يا ورس ممتاز